هيا جميعا كيفكم ؟ يوم رجع تركون فيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم حلها بلعبة بكككستي اليوم يا جماعة رح اشارك معاكم اخبار جديدة من شركة بكككستي عن اضافة اثاثات جديدة رح تنزل قائز بتحديد القادم بتحديد كيرومي اثاثات حالفين كثير كثير بجانر رح لكم معتبا اثمنه شكل تبع وكل شي كل تفاصيل فعشان يكتبع مع الفيديو الاخير بس قبل ما نبدأ لا تنسي انكم تشتركوا بالقناة كمان اضافة لعيك الفيديو و بس بحبكم كثير هلا خلينا نبدأ هذا هو اليميل كما تعرفوا هلا احنا بدنا نركز بس على الآثات هذه الفقرة اللي عم يحكو فيها عن الآثات وبتعفوا ايش خلينا نقرأ هذه الفقرة الاولى بس لانها كثير مهمة كاتبوا انه اليوم الحلوين كيف شعورك هل يعني من رعبة او مرتاحة انا مرتاحة هذه هي مرتاحة لانه كثير كثير بتخاف من الهالوين لا تحب كثير الهالوين انه تخاف منه وتنرعب كثير يعني هنا مرتاحة انه خلص الهالوين خلص الهالوين هو الشهر اللي بيعمل فيه كل شي رعب يعني كل شي رعب احس انه هذي السنة الحلوين بلش بوقته اخلص بوقته والوقت كايز بيطير احس كأنه في حدا حط السنة 2023 بسرعة اثنين اكس يعني ليش الوقت كثير بيمر بسرعة اشرحولي ليش حرفين ليش يعني بيحس كأنه من 2019 و الوقت خلص صار عامل سبيد السرع الفائقه معتقد بس عشان صارنا منستخدم الموبايلات اكثر اثنين المهم اصلا كنت صغيرة قبل 2019 انا خاص بكبر معنا اثنين هلأ خينكمل اعتقد انه بدي احكي بس عن الاشياء الحلوه اشياء المفرحه في الحقيقة تتذكري لما قلت لك انه هذا ليس النحاية كيرومي اتذكر في الايميل ماضي اما قالت بعض الاغراض جديدة قادمة للعالم ويب في الايميل ماضي كانت شرحت لنا مين هي كيرومي كمان كانت بالايميل ماضي لك ونزل بيت جديد اصلا نزل باللعب في بيت جديد كيرومي نزلوا البيت بس ما نزلوا الاتاتات وانا عن نفسي قلت لكم انه بدنا اعثات وكذا نزلوا بيت جديد كيرومي بس بدون اعثات بدنا اكيد اعثات لك والبيت حرفين فاضي انا اصلا زينت طبق اللي فوق اللي تحت اقصد عملت لكم عنها فيديو بس طبق اللي فوق لسه ما زينتها لانه بدي اعثات جديد كيرومي حرفين وقت مناسب هذه الشخصية تبع كيرومي هي بنت كثير كثير فوضوية ودائما بتسبب المشاكل بس خلف المظهر تبعها الايمو وذكوري بس هي كثير كثير ارنوثية وتحب تكتب بالمذكرة تبعها وتقرأ الروايات اللي المفضل تبعها هو الاسود اكيد يا جماعة امر كثير واضح وكثير مناسبة لحلوين وتحب تعمل ترك ان ترين انها سويت ترك ستا هذا الشيء مو مهم بعدين هون كتبوا انه كيرومي خلاص سيطرت على كل شيء استعدوا لانه الاغراض تبع كيرومي ريح تنزل من ملابس الاكسسوارات كمان تبنينا الاستارك الجو تبع كيرومي المظلم والكيوت عشان نخلي عالمنا افضل وليكوا زي غيروا شكل مديني بس احنا موضوعنا اليوم هي الاثات فخلي هون شوف شو قالوا اهم وذاء فانتة انه بيت بدون اثات اكيد ما منقدر تخيلوا بيتكم اللي عم تعيشوا به بالواقع تخيلوا بيتكم بدون اثات بدون اثات وين رح ننام وين رح نطبخ كيف رح نعيش مستحيل اكيد بيت بدون اثات لا تبا ابدا فاليكوا هذة اللي قالوا هون وذاء فانتة انه بيت بدون اثات لا تبا فهذا هو البيت دمات لكم كثير كثير بيجنن فيه طبقتين غرفة وطبقة اللي تحت كان فيها مطبخ وخلص صراح فيه بس غرفة واحدة بلد صغير بس حلوه لانه بتقدروا قايز تدمجوا فيه الاغراض بتقدروا تدمجوا قايز فيه المكونات اللي هناك مشان تحصلوا على مشروب فيه ثلاث مشروبات هذه مشروبات كمان مشروب تبع فطر فكل مشروب ايش بيخليك هذا متن بيخليك تحصل على غيمة جنبك هذا بيخليك تحصل على الاذنين وعا حسب اوكي اما كمان ممكن يخليكم تتحول لكثير خفعة فيه انيوو فبعدين قالوا انه ابدا ماذا انه نزل przest on set ولكن مع البثات احدا فالقطع المثالي يزينى به التدبع الكيرومي وصلوا يعني الاثات باختصار الاثات عشان تزينوا Edit تبع كيرومي الاثات المناسبة عشان تزينوا به بيت كيرومي الجديد وصلت فهذا الاغراض عشان اسمعوا قايز كثير مني هذه الاغراض نزلت عشان jj بمعنى انه سريرة وش 67 الحمامات الحمامات مكان لنستحم مكان لنغسل وجهنا لنرمي الأزبال لنمسح أيدينا ثم المطبخ فرن ثلاجة لنسخن أغراض ممكن أكل ولكن لا يوجد أكل لا أستطيع أن أخبرك ما يوجد فيه ثم قالت لا أستطيع أن أخبرك ما هي أفضل قطعة عندي و لا أستطيع أن أخبرك ثم قالت نعم أستطيع أن أخبرك إنه أفضل قطعة قالت أن أفضل قطعة عندها هي السرير الجديد سيكون النوم يعني النوم تبعها هلأ خلاص سيصير أنه أفضل وهذه هي الصورة التي يوجدها دعنا نرى الصورة بشكل أوضح لديكم هذه الصورة دعنا نبدأ من أين نبدأ؟ نبدأ من هنا لديكم هنا لدينا واحد مثله واحد مثله واحد مثله واحد مثله نفس الحجم نفس الشكل بس أكيد الشكل مختلف شخصية مختلفة سراحة أتمنى أن ينزلوا أصدقاء كلهم إنه ماي مالوري كمان ماي مالوري و سينمن رول أفضل شخصيات و كيلومي كمان هلأ كيلومي نزلوها لازم سراحة ينزلوا ماي مالوري اللي كثير كثير بتشبهها بس هي العكس تبعها إنه كثير كثير أنوثية بتحب لون أبيض الأسئل الأبيض الزهري فاتح يعني كثير كيوتة هذا يعني مناسبة لحلوين أما هديك مناسبة لفصل الصيف الربيع كذا يعني كثير كيوتة إن شاء الله نزلوها بتحديثات القادمة المهم بعدين عنا هذه الكنبة تبع كيلومي كثير حلوة يا جمال ليكم شكلها ليكم القلب اللي هون ديكور تبعها الألوان كل شيء الطاولة يا جماعة كمان كثير كيوتة زي ماكو شايفين فوقها شاي بعدين كؤوس فمبعف الجماعة لهذه الأغراض إحنا اللي منحطهم فوق الطاولة أو بنلاقيهم هون هنيك بعدين اللي يكون فيه كورسي اللي كثير حلو بعدين اللي يكون فيه مكان الاستحمام كثير كثير بيجنن ليكو كيف شكله حلو فيه هون كمان كذا كأنو فوطة مشان ما السحب هي كثير بجنن ليكو فيه كمان مرحب اللي كريم كون فيه كمان جايز مكان مشان نغسل فيه وجهنا وكل شي انو مراعي وكل شي كثير بجن حبيت ليكو ما فيه برق منديل وش زي هيك كثير حلو ليكو فيه تيكور تبع كيرومي كمان يا جمال ليكو فرن وشكله كثير حلو فيه الأدنين كل شي فيه أدنين تبع كيرومي ليكو فيه كمان ثلاجة كثير كبيرة بتجنن كمان تبع كيرومي اتسائل سريحة اش ممكن يكون داخلها فيه كمان لامب مصباح بس ما انو مبين كثير منيح مبين بس تبع بس لكو فيه زهري فيه كل الوان يب والسرير يا جمال ليه هو أفضل جزء ليكو كيف بيجنين اتوقع ان هالباقه هاي كلها رح تكون بس بجواهر وشتا هيك يعني ما رح تكون كثير غالي اكيد يعني ما رح تكون بفلوس حقيقية متأكدة لان البيت كمان بس بجواهر صح بجواهر او بفلوس حقيقية ما بفلوس حقيقية ما بتذكر اعتقد فلوس حقيقية يعني الآثات رح تكون بجواهر صح او ممكن يعملوا كمان بيت زائد زائد آثات فلوس حقيقية بس الآثات لوحدها جواهر واو و لو عملها فلوس حقيقية حملكنا عنها نسحب ان شاء الله عشان يعني فلوس حقيقية لا امام ما بفل يا جماس راحة ثمنها الرسمي بس اتوقع رح تكون بجواهر ممكن كذا خمسمية جوهر كل شي او متى مية وخمسين لو كانوا لو كانوا طيوبين مية وخمسين لو كانوا طيوبين رايمز بس هيك اخلص الفيديو اكتبوا لي بتعليقات شو ايكون هل متحمسين ولا لا بس بحب كنا كثير اشتركوكم و احبت لك بس باي باي اشتركوا في القناة